بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قراراً طالب فيه إسرائيل بالوقف الفوري عن إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقد الفيتو كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين يؤيدون مشروع القرار في الوثيقة رقم 2024-2054 رجاءاً رفع اليد الذين ضد امتناع نتيجة التصويت كالتالي أربعة عشر صوتاً مع صفر صوت ضد وصوت واحد امتناع تم تمرير مشروع القرار الفين وسبعمائة وثمانية وعشرين الفين وأربعة وعشرين وفي ردود الأفعال على ذلك القرار قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنه يمكن بدء وقف إطلاق النار فوراً في غزة بالإفراج عن الرهينة الأولى مضيفاً أنه يجب ممارسة الضغوط على حماس لفعل ذلك بحسب هذا القرار يجب خلال شهر رمضان إعادة الالتزام بالسلام ويمكن لحماس أن تفعل ذلك من خلال قبول الصفقة المقترحة ويدخل وقف إطلاق النار حيث التنفيذ فوراً مع إطلاق صراح أول رهينة لذلك يجب أن نضغط على حماس لفعل ذلك وهذا هو المسار الوحيد لدمان وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وهذا ما دعا إليه الجميع اليوم أما السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض بنصور فقد اعتبر أن تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار لوقف إطلاق النار يجب أن يشكل نقطة تحول في إنهاء الحرب في غزة يجب أن تكون هذه نقطة تحول لإنقاذ الأرواح في غزة ويجب أن يشكل هذا القرار نهاية العدوان والفضائع المرتكبة ضد شعبنا من جهته قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع لمجلس الأمن بعد التصويت على قرار وقف إطلاق النار بغزة قال أن الشعب الفلسطيني عانى بشدة مضيفا أنه أصبح لزاما على الجميع وضع حد لعمليات القتل في القطاع قبل فوات الأوان أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل بالناء الذي مكاننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة فورا من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمس أشهر وكأول رد فعل إسرائيلي على القرار ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن إثرى عدم استخدام الولايات المتحدة حقا نقض الفيتو ضد مشروع قرار لوقف الحرب على غزة وأكد نتنياهو أن الموقف الأمريكي يشكل تراجعا واضحا عن مواقف البيت الأبيض السابقة فضلا عن الإضرار بجهود الحرب ضد الفصائل الفلسطينية في غزة من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أن إن ليس لدى إسرائيل حق أخلاقي في وقف الحرب على غزة بالوقت الذي لا يزال هناك راهاء محتجزون في القطاع على حد تعبيره وأضاف جالانت الذي يزور واشنطن لأول مرة منذ بدء الحرب أنه سيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن في البيت الأبيض على أهمية تدمير حماس والعمل ضدها في كل مكان ليس لدينا أي حق أخلاقي لوقف الحرب في غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين وعدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب على الحدود الشمالية خلال اجتماعي بمستشار الأمن القومي جيك سوليفن في البيت الأبيض سأشدد على أهمية تدمير حماس وإعادة الرهاء إلى ديارهم وسنعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد ومن القدس تنضم إلينا مراسلتنا أحلام عثمان أهلا بك أحلام إذن ردود الفعل على قرار مجلس الأمن الأخير والتطورات السياسية في إسرائيل التي ترافق هذا القرار أحلام ما هي؟ نعم هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليلة أمس بعدم استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خلال فترة شهر رمضان المبارك واستعادة الأسرة كان بالنسبة لإسرائيل كالصفعة التي وجهت لها وفي الردود الفعل الأولية التي أقدم عليها المسؤولين الإسرائيليين المسؤولون الإسرائيليون ومن ضمنها بن يمين نتانياهو في رد فعله الأولي وهو الإعاز إلى الوفد الذي كان من المفترض أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة الهجوم البري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح ولإعداد الخطط تم الإعاز له بعدم الصفر وبالتالي فلن يكون هناك أي من المناقشات المتعلقة إن كان في خطط إجلاء المدنيين أو في الخطط العسكرية أيضا التي كان من المفترض أن يتم مناقشتها مع هذا الوفد وبالنسبة لوزير الدفاع الإسرائيلي أيضا يؤاف جلانت الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية هو عبر عن غضبه نتيجة لهذا القرار وقال بأن هناك الأحقية والشرعية لإسرائيل في مواصلة حربها في قطاع غزة وحتى استعادة المختطفين الإسرائيليين ولكن بالنسبة لرئيس المعارضة الإسرائيلي يئير لبيد الذي يقول بأن بن يمين نتنياهو من خلال قراراته هذه هو يؤثر ويضر في العلاقات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي هناك من يرى بأن إلى مثل هذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو تحذير أول لبيد يمين نتنياهو شخصيا في إداراته لهذه الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أيضا هم يعتبرون بأن لواشنطن أيضا هذه الخطوة باستخدام هذا القرار بعدم فرض الفيتو هو ما إلا لإظهار أي من القوة التي لديها في علاقتها مع الجانب الإسرائيلي وهناك الشق الثالث الذي يرى بأن مثل هكذا قرار لن يكون أي تأثير في العلاقات وبالتالي لإسرائيل الحق في المواصلة لهذه الحرب في قطاع غزة وهذا بناء على ما أكده أيضا جون كيربي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير سياستها اتجاه إسرائيل وبالتالي تل أبيب غير ملزمة بقرار مجلس الأمن وهناك من يعتبر بأن هذا القرار هو فقط قرار شكلي نعم يبدو بأن الأساس الإسرائيليون أحلى متفقين على أن الحرب يجب أن تستمر وأن اجتياح رفح يجب أن يتم لكن الاختلافات كثيرة من ضمنها ما صدر مؤخرا عن قرار تجنيد الحريديم أو المتشددين اليهود ما هي التفاصيل التي لديك عن هذا الموضوع؟ لربما هذه هي العاصفة الأقوى بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا القانون قانون التجنيد وهو تجنيد الحريديم اليهود المتزمتين في المجتمع الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وإلى الجيش الإسرائيلي كان من المفترض أن يكون هناك اليوم جلسة من قبل الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة وإقرار هذا القانون قانون التجنيد ولكن قبيل هذه الجلسة بن يمين نتنياهو دعا أحزاب الحكومة الإسرائيلية حكومة الائتلاف من أجل مناقشة هذا القانون ويبدو بأن هناك خلافات واسعة فيما يتعلق بهذا المقترح وبالتالي لم تتفادى هذه الخلافات وبلا أن عليه تم إلغاء هذه الجلسة للحكومة الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى ومن غير المعروف إن كانت سوف تنعقد خلال الساعات القريبة اليوم أم أنها سوف يتم إلغائها بصورة مطلقة تحديدا بأن يوم غد هو يوم مفصلي بالنسبة لهذا القانون ومن المرتقب من الحكومة الإسرائيلية أن تعطي قرارها وتبط في هذا القرار للمحكمة العليا أو سوف يكون القرار بصورة نهائية إن لم يكن أي قرار نهائي من الحكومة للمحكمة العليا نعم أحلام شكرا لك على كل هذه التفاصيل مراسلتنا أحلام عثمان من القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر